الموسيقى الغالبية يعني جينات مثلا في العيلة ولا في ايه؟ من الجدود يعني جدي اللي هو أبو بابا ده كان وأخوه اللي هو أبو ماما لأن بابا ماما ولد عام فالتنين بيلعبوا مزيكة وبيحبوا المزيكة وبيلعبوا جميع الألات الموسيقية يعني بابا طلع من صغره لقى العود ولقى كمانجة ولقى الأنون فكانوا بيحبوا الموسيقى جدا ومهتمين بالموسيقى يعني ده معناه انه لو في عيلة فعلا فيها اهتمام بفن ما من الممكن انها تصدر للعالم طبعا تتورس حد تاني في نفس التوجه تتورس اه بالجينات بتبقى متوجهة بيلفت نظري برضو أسماء أخوات البنات بالتحديد اسمهم ايه؟ سمى ألحان وأنغام وغنوة ده حاجة لذيذة هو في الراديو قال لي سمعت الموسيقى بيقول ألحان محمد الموجي فعجبني الاسم فقلت سمي بنتي ألحان طب اللي جاية أنغام واللي بعدها غنوة حاجة درستي فين؟ كنت في مطار وكنت تخصص ايه؟ كمانجة هو انا من صغري كنت بشوف الفرق الموسيقية بس كين في قدوم كمانجات فكات امنيتي ان انا امسك كمانجة اشوف صوبيهم بتتحرك ازاي اشوف القس طالع نازل ازاي ازاي القس شعر الفرس ده ازاي بطلع الصوت ده طوط الموسيقى الحلوة الجميلة دي ففي البيت ما كانش فيه قدامي غير العود فكان عندي 8-9 سنين لقيت العود قدامي العبت على العود على طول بدون دراسة بدون تعليم بدون اي حاجة برضو بالجينات الوراثية دي فبابا استغرب قال لي بين اللي علمك مسكة العود؟ مين اللي علمك الموسيقى؟ قلت له ما عرفش طب كنت بتتفرج على الوالد يعني اه طبعا بس يعني مش طفل صغير هياخد باله لا مسكة العود اللي عبت عليه على طول طبعا بان اللي عبت عليه اسأل روحك يعني حاجة تقيلة يعني اي وبعد كده الوالد بقى قال لي لا يعني انا مش عايزك تاخد السكة بتاعتي لا انا عايزك تاخد اللي انا اتحرمت منه انه اتحرم من انه يدرس موسيقى بتوسع هو مش دارس خالص ولا بيعرف نوته ولا بيكتبت النوت ولا الحاجة دي كلها يعني دي معلومة كبيرة على فكريني الموسيقار الكبير محمد الموجي ما درس موسيقى على الاطلاق هو انت الحين ما بيدرس اه هي موهبة من عند ربنا مية في المية بيمسك كلام بيلحنه طول عمره هو طالب في كان في كلية الزراعة هو خديك زراعة بيمسك كلام بيلحنه فليه الحان كتير هو طالب في الكلية في كلية الزراعة اه موسيقى